في تترم مسلسل حلو اول هدى عمار بيقول يا روايح الزمن الجميل عمار الشريعي ده جميل روايح الزمن الجميل اللي انتوا شايفينه كده ومستمتعين بي ده لان انا فعلا بقالي فترة اشوفش الاهداف دي يعني خاصة ان انا كنت من اكثر الناس قناعة بيه دائما وابدا يعني لانه احنا تزامنا في النشئين لفترات طويلة جدا بس هو لعب بدري درجة اولى وتقلق وكان بسم الله ما شاء الله لولا الاصابة عطلته شوية لكنه تغلب على الاصابة رباط صليبي من 82 يتغلب عليها ويرجع وكان رباط صليبي ساعتها بيبطل لعبة كرة وفضل مكمل وواواوا لحد ما يعني انهى حياته احترف في المانيا في نادي ليبزيج وفي نادي الاهلي القطري غير نجحاته مع النادي الاهلي والان نجحاته على المستوى الاداري هو بيدرس في دبلومة الفيفا غير انه ما شاء الله منذ ان تم تشكيل لجنة التخطيط في النادي الاهلي وهو عضوا دائما فيها ومنورنا ومشرفنا كابتن الكبير كابتن زكريا ناصف زيكم سال فل شوبر ما تعرفش هدقي انا مبسوط اني قاعد جوة قناة الاهلي وبيتك انتهى السعادة اني ابقى معاك وباركلك على النجاح وده مش جديد عليك ده بالعكس انت في بيتك بتتقلق اكتر وبهني كل اسرة القناة كبير وصغير الحقيقة انا بقى لي ساعتين موجود كله شغال كله شغال فبهنيكو وده مش مفاجأة لان ده الطبيعي للنادي الاهلي لما تكون جوه علت الاهلي سواء بقى في النادي في القناة في اي مكان بتمثل النادي الاهلي الطبيعي ان انت تخلص وتشتغل وتساعد عن نجاح لان احنا متفقين كلنا على المركز الاول دايما يا رب ان شاء الله